خطوات يمشيها وزير الخارجية الإسرائيلية إير لبيد على السجاد الأحمر القاني بعدها سلام حار ومختلف بحسب الخارجية الإسرائيلية لبيد وصل إلى الإمارات هو أول وزير خارجية إسرائيلي يزور أبو ظبي رسمياً بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الطرفين فزيارة نتنياهو لم تتحقق بعد تأجيلها مراراً فيما تستمر الحكومة الإسرائيلية الجديدة في مسار التطبيع وهي بذلك تكمل ما بدأه نتنياهو الهدف المعلن من الزيارة التي تستغرق يومين افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية العامة الإسرائيلية في دبي بمشاركة وزير التجارة الخارجية الإماراتي فيما من المقرر أن يدشن لبيد الجناحة الإسرائيلية في مراد إكسبو الدولي برغم كل التطورات في فلسطين المحتلة وبعد رحيل ترامب ومن بعده نتنياهو تمضي أبو ظبي بقوات في مخطط التطبيع بل تشهد العلاقة بين الطرفين تطوراً ملحوظاً أدهشة الأبيب تخطى مجرد العلاقة وربما بدأ على خط بناء تحالف وذلك على الرغم من استمرارة الأبيب في سياساتها العدوانية تجاه فلسطين والفلسطينيين من استحداث البؤر الاستيطانية إلى مساعدة المستوطنين مراراً على انتهاك الأقصى إلى السمح بإقامة مسيرة الإعلام التي كانت أساساً السبب في اندلاع شرارة سيف القدس وصولاً إلى الإمعان في سياسة هدم المنازل آخرها هدم للبيوت والمحال في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة إضافة إلى تهجير أهله ترجمة نانسي قنقر